من تلتي بتاعتك بتتغير ثقافتك في تفكيرك إن أنت المطش بيمشي إزاي أو الفرقة لازم تكسب كل المطشات ده عيب إجامة جداً ثقافة النجاح نفسها تتغير بالزبط فعمرك ما هتبقى ناجح إلا لو أنت بتفكر على طول إن أنا لازم أكسب كل مطش فدي من الحاجات اللي أتعلمتها طيب ده من بيقول إن قط اللبس دي الصندوق الأسود إيه المواقف اللي ممكن تكون صدفتة احكي لنا حاجات حد يتعصب عليك حد أهزر معيك موقف إنت حصلت علمت منه حاجة فرق معيك توتر حاجات كتير أكيد هو بالتأكيد لو عندك 17 سنة مع الأسماء اللي قلت لك عليها دي ودخل معهم قط اللبس هتبقى متوتر الميزة عندي أنا إن أنا والدي كان في النادي الأهلي فكل اللعيبة دي أنا كنت بحضرها من وانا صغير كده بروح لهم المعسكرات فكانوا عارفيني فهم بالنسبة لهم هم فرحنين جداً بي أن أنا كبرت بقيت في السنة دا أنا كنت متدلع مثلاً نادل نقول كده؟ لا مش متدلع خلص خلي بالك بالعكس دا كان عامل عيب علي إن هم ما كانوش عايزين يحسسوني بالحميمية دي قوي علشان ما ضعفش أو إن أنا ما فكرش فبالعكس كان اللي شفته في قط اللبس هو قد إيه هم لعيبة بتهتم بنفسها وبيهتم وكل واحد بيهتم بإزاي يبقى فت علشان يفضل يلعب طول الوقت وعشان يقدر يساعد النادي طول الوقت فتعلمت من لعيبة كتيرة جداً إزاي بيخشوا الجيم قبل التمرين إزاي بيعمل حاجات الوحده المساج والريكوفري بتاعت اللعيب والحاجات دي كلها طبعاً شفتها في النادي الأهلي لأول مرة لما احترفت شفتها بشكل بسكيل أعلى شوية الإمكانيات أعلى شوية لكن بدايتها كانت في النادي الأهلي بس أكتر حاجة فاكرها في الكواليس مثلاً في قط اللبس هي الاحترام الاحترام والاحترام الزغير الكبير وإزاي الكبير بيتعامل مع الزغير بحرص جد لأنه كلمة ممكن تجرح لعيب زغير أو حركة ممكن تجرح لعيب زغير فيعني أنا الجيل ده كنت بحبه جداً لأن هم كلهم كانوا محتضنين كناشئين وكلعيبة لأن هم كانوا جيل كسب الدوري كذا سنة فكان عندهم سخة في نفسه طبعاً بصراحة كده بقى هنخش في حتة كده عاطفية شوية عمرك وصلت يعني في موقف أن أنت مثلاً عيادت في قط اللبس عيادت في قط اللبس لأ لأ عمري يعني بصراحة ما حصلت ليش نحن عارفين دمعتك أصلاً مش قريبة هل وصلت للدرجة دي في مرة من مرات؟ خالص اتعصبت طيب هقولك حاجة أنا يمكن علشان ما لعبتش في ندي الأهلي سنين طويلة ممكن لو كنت لعبت في الأهلي أطول من كده أو مدة أطول لأن أنا التعلقي بالأهلي كان يعني كان هو ده العاطفة لكن عشان ما احترفت منه أنا عندي 18 سنة فبقى الموضوع بالنسبة لي professional أكتر professional